موسيقى عادات الرمضانية توارثها الأجيال تجدها مترسخة في نفوس أبناء محافظة المثنى التي تمتلك في نسيجها الاجتماعي صفات الترابط الكبير حيث تعود أبناؤها في هذا الشهر الفضيل على التزاور المستمر في صورة تؤكد عمق صلة الرحم بين تلك الأوائل مشيرين إلى أن تواصلهم مع الجيران هي طقوس وعادات توارثها الأجيال منذ القدم نحن كشباب توارثنا هذا الشيء من نحن صغار بدأ يكبر ويانا شوية شوية على مرور الأجيال فنحن توارثنا هذا الشيء خاصة بشهر رمضان يكون شهر عطاء شهر مبارك تواصل ويحبة والأصدقاء ويقارب وخاصة ويجيران لأن هذا الشهر يعني تدري من جار الجار فد أكلات يعني كل واحد ينتجارة لين هذه العادات يعني اعتبرها كموروظ شعبي ولازم يعني نورثها نحن كشباب عن أجدادنا في محافظة السماوة ومع صعوبة ما يمر به البلد خلال هذه الفترة وأحربه المستمرة مع أصابات داعش الأرهابي يؤكد أبناء المحافظة أن الأواصر الاجتماعية بينهم وبين الجيران لن تندثر مهما جار عليها الزمن هذا الشهر يكون أكو تواصل عن طريق الطعام بالأخص وعن طريق أعطاء الطعام من الجار إلى الجار الآخر وهذا تعرف إحنا البلد يمر بوقت صعوب وبأزمة وإحنا موجودين عندنا نازحين في محافظة السماوة ولازم يكون أكو تعاون وهذا الشهر يعني لازم على الناس أن تشوف الأيتام أن تشوف الناس المحتاجة لأن هذا شهر شهر الخير وشهر العطاء وربما كان لأجواء شهر رمضان طعم مختلف في بعض الأحياء الشعبية القديمة التي ما زالت متماسكة في الاستمرار على إقامة بعض الطقوس الدينية وكذلك إدامة بعض العادات الاجتماعية المتوارثة منذ القدام لقناة سمراء الفضائي حسين عزيز المثنى شكرا شكرا